كتابة سير فليكسل كيت تعتبر من أهم الأشياء اللي كنقومو بها بحيث عدنا بعض الملفات إكسل اللي كلقاو المواطنيات ديالها كتشكل من دي فورمول و دي فونكشون كيف ما غنشوفو مثلا هنا احنا محتاجين نقومو بعض الحسابات باش نحصلو على قيمة الأرباح ايدان باش نحصلو على قيمة الأرباح محتاجين نحسبو الفرق ما بين المبيعات والمصاريف ايدان باش لقاو قيمة الأرباح في هاد الخانة باسيس كنجو هنا يال باسيس قيمة الخانة باسيس تساوي الفرق ما بين هاد الخانتين وباش نبداو الصيغة ديالنا كنكتبو الرمز تساوي ويمكرنا نكتبو باي كاتر ناقص باي سانك وهدي طريقة الأكتر تداول في طريقة إدخال السيخ كيف ما كتلاحظو كي يظهروا عدنا بلون خاس ماللي كنضغطو على الزر انتخي أولى على الأزرار اللي بشكل أسهم في لوحة المفاتيح أولى على الزر تابولات شون مباشرة كنحصلو على النتيجة في حالة تغيرنا هاد الأرقام بأرقام خرى فلا فرميول جينا كتتفاعل مع المعطيات جديدة اللي اخدينا وكنحصلو دائما على النتيجة صحيحة هاد الخانة المعطى اللي كي يظهر لنا فيها مش هو المحتوى الحقيقي ديالها بحيث مني كنضغطو عليها إذا لاحظنا هنا يفلى بغض فرميول فكي يظهر عدنا المحتوى الحقيقي للخانة في حالة ضغطنا مرتين في الخانة باش نغيرو لفرميول جينا فكتعرض لنصيغة بألوان خاصة لكننا بغينا نبدلو هاد العدد فكنضغطو على الخانة مرتين وكنقومو بتغيير العدد ومباشرة مني كنضغطو على كانحصلو على النتيجة صحيحة بلا ما نكتبو من جديد لفرميول إذا غنرجع بالضغط على كونتخل زيد والآن غنشوفو طريقتين لإدخال هاد الفرميول للولا كنبدو بكتابة الرمز تساوي وكنستعملو الأسهم اللي عدنا في لوحة المفاتيح لاختيار الخانات كنضغطو على السهم اللي بتيجاه الأعلى مرتين وكنضغطو الآن على الزر اللي كيمتل علامة ناقص في لوحة المفاتيح ومن جديد نضغطو على السهم اللي بتيجاه الأعلى نضغطو الآن على الزر Entrer طريقة الأخرى هي كنكتبو الرمز تساوي وكنضغطو على الخانة B4 ثم على الزر ناقص في لوحة المفاتيح ثم الخانة B5 وكنضغطو على الزر Entrer في لوحة المفاتيح إذن كنحصلو على نفس نتيجة وكتبقى عدنا نفس صيغة لانتقلنا الان هنا الخانة H4 فهنا احنا محتاج للتوتال بمعنى المجموع ديال جميع الخانات اذا كنكتبو الرمز تساوي ثم كنكتبو B4 زائد C4 زائد D4 زائد E4 وهكذا غانتوقف في E4 لان ما يمكنش لينستمر بهذا الشكل بحيط لو كان عدنا مبيعات ديال سنة او عدة سنوات واش غانستمر بهذا الطريقة ولهذا عدنا الميزة في إكسل ولي كتسمة بلي فونكشيون ولي العدد ديالها كيتجاوز 400 فونكشيون ومن اكتر لي فونكشيون استعمالا في إكسل لي كنسميوها بالسوم عموما لي فونكشيون حتى هما كيبدو برمز تساوي شي اللي كي يعني انهم كنتاميو لي فونكشيون السوم كيجيو مراها الأقواس لي غاد دم الخانات في صف واحد اللي محتاجة نحصلو على المجموع ديالها اذا بالنسبة ديال هنا يا بغينا نحصلو على المجموع ديال هاد الخانات وبالتالي يكفي نسحب من ليسر ليمن اولا من ليمن ليسر اذا كنجي هنا يا وكنضغط على الزر ليسر في الصوري وكنسحب بحيث كنقوم باختيار جميع هاد الخانات ثم كنضغط على الزر انتخي وبالتالي حصلنا على النتيجة لضغطنا عليها مرتين فكيمكن لنا نشوفو المحتوى هنا يا فلا بعضو فورميول لانتقلنا هنا يا بالنسبة الحساب لموين فاحنا محتاجين للمجموع هاد الأشهر ثم كنقسمو المجموع على عدد الأشهر اللي عدنا طبعا حنا عدنا قيمة المجموع واللي هي التوتال اللي حسبنا الآن ايضا لموين كتبتدي بالرمز تساوي ثم كنكتبو هنا يا الخانة اشكاتخ اللي كتحتوي على التوتال او لا نقومو فقط باختيارها ثم كنضيفو الرمز سلاش للقسمة بالنسبة للسلاش فكنضيفو السلاش اللي عدنا في لوحة الأرقام في لوحة المفاتيح ومن بعد كنكتبو عدد الأشهر واللي عدنا هنا هو ستة أشهر ثم نضغطو على الزر وكنحصلو على نتيجة الموين وبالتالي تعرفنا على الطرق استعمال للحصول على المجموع وشفنا طريقة الحصول على الفرق ما بيه القيم اللي عدنا وغنتعرفو من بعد على الرموز إضافية سواء اللي كتستعمل الحساب جداء قيم أو غيرها من الرموز اللي غنكتشفو وغنحتاجو استعمالها اللي خلقسل 2013